السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلاة والسلام على أشرف المرسلين في هذا الفيديو سأقدم لكم أوضف تعلماتي الصفحة 58 دلنا السؤال يقول خلال عيد الأضحاق قام فوج الكشافة الإسلامية الجزائرية بالتعاون مع الهيلان الأحمر الجزائري بجمع نحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء زلت مقرهم متابعة العملية السؤال يقول لخص الخطوات التي مرت بها هذه العملية في فقرة من ثمانية أشدر وقبل ذلك لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يصلكم كل جديد وهذا فضلا وليس أمرا قبل أيام من عيد الأضحاق زلت مقر فوج الكشافة الإسلامية حيث قام الهيلان الأحمر الجزائري بالتعاون مع الكشافة الإسلامية الجزائرية بتنظيم حول توزيع اللحوم على الفقراء والمحتاجين وتكون في اليوم الأول من عيد الأضحاق بعد دبح الأضاحي في المدبح الرئيسي للبلدية فكانت البداية بتوزيع الأكياس على الأرامل وكبار السن ثم الأسر ذات الدخل المحدود وعلى دار الأيتام ودور العجزة وكانت توزع بانتظام في أكياس مغلفة جيداً وبكميات حسب الأفراد في الأسرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة